جوز كلام شكرا 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 ايه واخيرا نحفظو لشوش الكلمات اللي بعدون شو عم تعمل تاريخي لحالي بستانوكم من زويع البرندة منك شبكة جوزيف نقز ديني ايه طبعا لانك بعالم تاني شو عم تعمل؟ عم بتعلم وشو عم تتعلم؟ لغة لغة؟ لغة شو؟ لغة شو يعني اكيد مو سنسكريتي ولا هيروغليفي شبكة؟ ايه بعرف مو سنسكريتي ولا هيروغليفي لانه ببساطة ما في مين يعلمك يا هون هادوك ايه ميح اللي قلتلي والله كنت عم دور عا استاس سنسكريتي هلأ ما قلتلي لغة شو اللي عم تتعلمها؟ لك ألماني ليش قررت نسافر؟ مو على اساس ما بتترك البلد وانت متل السمكة والشام ميتك وياللي ما بتقدر تطلع منها ولا مين بدك تتركها طلعت مقرر لحالك؟ لا وعم بتتعلم لغة كمان ام جوزيف انتي ليش ما بتجربية ألف موشحات؟ مم؟ لانه ما في أشطر منك بصياغة الموشحات وتأليفها ما شاء الله عيني ما تصيبك ايه لا تغير الموضوع يا حبيبتي يا نور عيوني عديلك كم سنة بتلاقي الجيل الجديد من السوريين بيعرف ألماني اكتر ما بيعرف عربي بقى لازم نواكب الجيل ونتعلم اللي بيتعلمه مشان نتعامل معه ايه لا ما حذرت بنوب لانه اذا بدنا نفكر بهاي الطريقة منكون عم نساعد الجيل الجديد على انه ينسى لغته الام يلي هي اللغة العربية وينتمي للغة تانية وثقافة تانية نحنا ملازم نتعلم لغتهم الجديدة قد ملازم نعلمهم لغتهم الام بهاي الحق معك بس ما بمنع اني استفيد من وقت فراغي ويتعلم شي جديد وكيف عم تتعلم ما قلت اللي؟ بفيديوهات على اليوتيوب ايوه؟ ودخلك عم بتجيب نتيجة؟ اي يعني صرت متعلم لي شي عشر كلمات ويمكن اقل هلأ كل هالوقت بس عشر كلمات؟ ايك شو بعرفني؟ والله صعبة هاللغة؟ صعبة؟ والله بعد ما شاب ودو الكتاب لا يا ام جوزيف ما حبي تمنك هاي الانسان بيضل قابل التعلم طول ما نعايش مظبوط بس كمان العمر له حقه وكل ما كان الواحد اصغر بيكون التعلم اسهل يمكن صح من ناحية ان الواحد كلمة كبر بتزيد مسؤولياته والامور اللي بتشغل باله وبفكر فيها بصير مهموم يعني بصير تركيزه اقل بس مع الارادة كل شي بصير وبينجح بتحقيق مراده وهدفه خير مين عم يدق الباب؟ يلا نشوف مرحبا عمو اهلين عمو عمو انا سمعتك وانت عب تحفظ الكلمات بس انت حافظهم بالغلط وهم تعكس بين كلمة شكران وكلمة مرحبة يعني معناها مرحبة وشكرا معناها دانكين ايوه وانت شو عرفك عمو؟ تعرف ألماني؟ لا بس اسمعت الفيديو اللي كنت مشغله مبارح وحافظهم لان الصوت كان واصل لعنا اه فهمت عليك عمو يلا لكن براجعونه بحفظونه منيح يسلموا ايديك عمو بتسمع بالمثل اللي بيقول من علمني حرفا كنت لهو عبدال؟ اه بسمع فيه بشو يعني شو بدك تستعبدني لانه صححت لي هالكلمتين؟ لا عمو العفو عم بتأكد انك بتعرفه للمثل بركيت اسناكشيو يا حبيبي جو سكلا جو سكلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة